دشنت محافظة الفروانية ثلاثة مراكز لتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 هي العرضية الشمالي وخيطان الجنوبي ومركز متعب الشلاحي في منطقة أشبيلية منطقة الفروانية الصحية تهدف من خلال حملة التطعيم هذه إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لتطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين أيضا الراغبين في تلقي اللقاح الوصول إلى المناعة المجتمعية الكاملة هو الشعار الذي ترفعه المنطقة الصحية في محافظة الفروانية من خلال تدشين عملية التطعيم في مراكزها الصحية للتصدي لفيروس كوفيد-19 مع زيادة حالات كورونا بالفترة الأخيرة كنا ملاحظين فهدفنا نغطي أكبر شريحة ممكنة ونطعه ضد هذا الفيروس الإجراءات طبعا لازم المراجع إذا إياه لازم تأكد أول شيء من الموعد تاريخه والوقت زيني بالوقت المناسب أول ما يدش راح يتأكدون الاستقبال من المسج اللي اندزله من موقع وزارة الصحة وبعدها يسوون سكان على البار كود اللي موجود في المسج فيطلع بيانات المريض العمر والتاريخ والرغم المدني وعقوبة وجه حق غرف إحدى غرف التطعيم ني عندنا المركز عندنا ست غرف تطعيم الهدف واضح أن نوصل حق أقصى لمدة أو أقصى عدد ممكن نوصل لعشان نوصل حق المناعة المجتمعية ثلاث مراكز صحيات كبرى واكبت حملة التطعيم في محافظة الفروانية في ظل جهود طبية وفنية حثيثة تبذل بهدف تطعيم أكبر عدد من المواطنين والمقيمين الراغمين في تلقي لقاح كوفيد-19 تم افتتاح ثلاث مراكز صحية تخدم منطقة الفروانية الصحية ضمن جدول زمني من يوم الثلاثاء وهي مركز العرضية الشمالي مركز متعب الشلاحي في أشبيلية ومركز خيطان الجنوبي وطبعا افتتاح هذه المراكز الصحية تهدف لتطعيم أكبر شريحة من المجتمع وسهولة الوصول للتطعيمات للمراجعين وذلك للوصول للمناعة المجتمعية لتؤهلنا بإذن الله بالمستقبل أن نقدر نمارس حياتنا بشكل طبيعي طاقة الاستيعابية عندنا من 250 إلى 300 مراجع لكل مركز صحي أشد على أيدي المواطنين بأنهم يلتزمون بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمام والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدب التجمعات علشان نقلل الإصابات ونقلل الإشغال في العناية المركزة وعداد الوفيات كما أحث المواطنين على نبد المخاوف من التطعيم والتقدم بالتطعيم لأن هذا شيء يخدمنا للمستقبل بإذن الله إقبال كبير تشهده عيادات التطعيم في المراكز الصحية المختلفة في محافظة الفروانية في مشهد يؤكد عزب الطواقم الطبية في المرافق الصحية على التصدي للجائحة الصحية من بوابة التطعيم وصولا إلى تحقيق المناعات المجتمعية فهد التركي تلفزيون دولة الكويت